السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ترى قناة النشرة الطبية. في حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن كابسولات اكتو زينك ومكمل غذائي من الزينك. علشان تعرف ايه دوع الاستخدام والاسهار الجانبية واي سؤال في دماغك. تابع الحلقة دي للنهاية وهتكون في الجابة عن كل الاسئال. قبل ما ادخل في حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة واتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ولو عجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة ما تنساش تدعم لاتلايك وعمل شير للفيديو. ما هي دواء استخدام دواء اكتو زينك? يستخدم اكتو زينك مرة واحدة يوميا في العلاج والسيطرة على الوقاية وتحسين الامراض والظروف والاعراض التالية. اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة. الاسهال. مرض ويلسون. حب الشباب. فقدان البصل المرتبط بالعمر. الانيميا. فقدان الشهية. فرط الحركة. نقص الزينك. تكرحات الجلد المزمنة. يستخدم مع مضادات الحيوية. تأخر التقام الجروح. تساقط الشعر. تقليل الانام المصاحبة في حالات البروفيريا الحادة. كما يمكن لسخدام دواء اكتو زينك ما هي جرعة كابسولات اكتو زينك؟ في اغلب الاحوال تكون جرعة دواء اكتو زينك من واحد الاثنين كابسولة يوميا او كما يكرره الطبيب حسب التشخيص والحالة ما هي الاحتياطات اللازمة قبل تناول دواء اكتو زينك؟ قبل استخدام الكابسولات اخبر الطبيب عن كل الادوية والمنتجات التي لا تحتاج الى وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات العشبية واي حساسية لديك والامراض الموجودة سابقا والظروف الصحية الحالية مثل الحمل والجراحة القادمة قد تجعلك بعض الحالات الصحية اكثر عرضة للتعرض الاصار الجانبية للدواء لذلك كن بما يليك تناول الدواء كما وصفه الطبيب لك تماما تعدمز الجرعة على حالتك الطبية اخبر الطبيب اذا كانت حالتك قائمة او تسوق اخبر الطبيب اذا كنت حاملا بالفعل او تخططين للحمل لقطعت الدواء لمرضى اخرين حتى لو كان لديهم نفس الحالة فهذا يعدي الى جرعة زائدة ماذا يحدث اذا نسيت جرعة الدواء اكتوزينك؟ تناول جرعة اقراس اكتوزينك عندما تتذكرها اما اذا كان قريبا من موقت الجرعة التالية فتجاوز الجرعة التي فاتتك وابدأ جدول الجرعات لا تستخدم جرعة اضافية لتعويض الجرعة المنسية ابدا اذا كنت تفوت الجرعة بانتظام تفكر في ضبط منبه او مطالبة احب تسكيرك يرجى مراجعة الطبيب لمراكشة تغيرات في جدول جرعتك او جدول جديد لتعويض الجرعات في فاعتها ولذلك وذلك اذا فاتتك جرعات كثيرة في الفترة الاخيرة الجرعة الزائدة من دواء اكتوزينك لا تستخدم اكثر من الجرعة الموصوفة لك ابدا فتناول المزيد من الادوية لان يحسن الاعراض بل قد يسبب اثارة جانبية خطيرة اذا تناولت جرعة زائدة من دواء اكتوزينك فيرجى الزهاب الى اقرب مستشفى في الحال واحضر معك علبة الدواء لمساعدة الاطباء في الحصول على المعلومات اللازمة زيادة امتصاص الجسم للزنك يمكن ان يوقف امتصاص عنصر النحاس كما انه يمكن ان يؤدي لحصوات في الكلة طبقا لبعض الدراسات ما هو سعر الدواء في السوق المصري تحتوي علبة الدواء اكتوزينك على اثنين شريط عشر كابسولات بسعر حوالي خمسة جنيه مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته